اشتركوا في القناة 40 دقيقة من مساء اليوم الأربعة بعدها بده ينتقل للدلو يعني في عنا خلو مسار اليوم طبعا القمر الآن موجود في منزلة ساعة الذابح وهي العلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 23 و24 دقيقة من عصر اليوم الثلاثاء اللي هو موعد بث الحلقة يعني بعد ساعة ونص من بث الحلقة بعدها بده ينتقل لمنزلة ساعة بلع وهي منزلة العلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و55 دقيقة من ظهر اليوم الأربعة لينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق طبعا القمر الآن موجود في برج الجدي زي ما حكينا لغاية الساعة 44 دقيقة من مساء الليلة اللي هي زي ما حكينا ليلة الأربعاء بعدها القمر رح ينتقل للدلو معناته من الآن لغاية ساعات المساء من الضل على طبيعتنا الجادة حاول إنجاز عمل متراكم منجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر وبغسعنا الشروع اليوم بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء تأمين أو عمل تأمين أو مراجعة شركات التأمين بالنسبة لزوايا البطيئة طبعا في اليوم رح نحكي عن زاوية التقابل الإيجابية اللي بين الزهرة وبين بلوتو اللي اليوم آخر يوم لتأثيراتها وهي اللي بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث إنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة لزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 14-8 بيكون في عنا نوع من أنواع التركيز العالي لدرجة إنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خداعنا وبرضو هاي تدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ما وممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية أما بالنسبة للزاوية البطيئة وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 15-8 حكينا أنه بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكترات للعواخب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا ما بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبتدل هاي زاوية على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال إضرابات أو اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق القناق على الحريات العامة وبرضو بتدل على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 11-8 طبعا حكينا أنها بتتزايد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما أنها بتزداد العصبية وعليه يجب أن نتمالك الأعصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير يجب أن نتجنب المواجهة وبيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير وبتدلها يزاوية على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة والبورصة وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واحتمال وقوع حوادث أو إضرابات ومقاطعات في المناجم والمحاجر والمعامل وهذا الشيء ممكن يعرق للإنتاج وكما أنه بتزيد من نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعسف وفي هاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء ورجال الدين من المحافظين أو المتعصبين أو بتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهاي حكينا تأثيراتها بالظلم ونفصل إلى غاية يوم 2-9 هي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة وهي الوضعية بتدعم من وضعنا بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل وهي الزاوية السريعة أول زاوية زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون الساعة 12 و 57 دقيقة من بعد منتصف هذه الليل اللي هي الثلاثاء على الأربعاء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا تأثير هاي الزاوية من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي تأثيرات لغاية الساعة 12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر طبعا تأثير هاي الزاوية من ساعات الفجر تقريبا لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نيبتون وهي تأثيراتها بذروتها الساعة 10 و44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليفة أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل طبعا تأثيرات هاي الزاوية من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة و44 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وهاي تأثيراتها برضو طيلة النهار أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة عصرا ذروتها أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بخلال هاي الزاوية بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب طبعا تأثيرات هاي الزاوية من ساعات الظهر لغاية ساعات المساء ذروتها زي ما حكينا ساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني ساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بيبدأ خلو المسار السلبي للقمر وبيستمر حتى تمام ساعة ستة وأربعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر بيستقر بالدلو ساعة ستة وأربعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش عشان هيك من هذا الوقت بنبلش نشعر إن بحاجة ماسي للتغيير في الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا وبنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفاز أو أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية من الآن ولغاية ساعات المساء الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن فعشان هيك مثل ما حكينا يوم أمس إنه اللي بدهم يعملوا أي عملية علاجية للجلد فهدولة بدهم ينتبهوا بالفترة هاي عملية إزالة الشعر بالليزر أو اللي هو عملية معالجة الشعر بالأدوية الكيماوية أو الصبغات الكيماوية لا تصلح بهاي الفترة وأيضا اللي بيحاولوا إنهم يعملوا تبييض للأسنان أو تجميل للأسنان اليوم برضو لا يصلح لهذا الأمر أما باقي الأعضاء الجسم أو العمليات الجراحية فدون الأعضاء اللي ذكرناها ما في أي مشاكل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لغاية بداية قلو المسار بعدها لا يصلح لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ولكن لا يصلح للصبغ ويصلح برضو لأمور الحنة أما بخصوص الحجامة فاليوم ويوم 11 و12 و13 و14 هاي أيام مناسبة للحجامة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلو من ساعات المساء معنا تخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم 12 ثمانية رح يبدأ فيه تمام ساعة 11 و6 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام ساعة 46 دقيقة مساء لا يستقر القمر في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدف عمره 13 يوم في تمام ساعة 5 و11 دقيقة عصرا بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية منتحس بنسبة 60% اليوم القمر في الجدي بده ينتقل للدلو في ساعات المساء ورح يضل في الدلو لغاية يوم 12 ثمانية هو الآن سعيد بنسبة 60% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء بتنزل سعود تولها 15% أما بالنسبة للعطارد في العذراء لغاية يوم 26 ثمانية سعيد بنسبة 15% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 ثمانية سعيد بنسبة 60% المريخ في الثاور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 منتحس بنسبة 15% وزحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 منتحس بنسبة 40% أما بالنسبة للعطارد في الثاور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم أن تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدئوا من روعكم ما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة الخوانين وإحرصوا على استقراركم واتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما في ساعات المساء تلتقوا الأصدقاء حاولوا أن تصححوا العلاقات المتردية وبرضو ما تبقوا وحيدين فترى ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر عند كل يوم الاتصالات والمواعد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن بعضكم يخرج في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها وبيكون برضو في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية أما من ساعات المساء بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهميش أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد حاول أنك تلتزم بالمسؤوليات وتعتبر هاي فترة واعدة برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء وتعتبر هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير بتتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي أما في ساعات ما المساء بتنشطه في مجال السفر والاتصالات تم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا رح تفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم مش أنك تتحرك على مختلف الأصعادة برج السرطان يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجالك العاطفي بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري وتعتبر هاي شوي الفترة فيها بعض الضغوطات السلبية لأن القمر مقابلك تماما فما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات لازم تضبط أعصابك أما من ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا أنك تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمعن بالك وبتفرح لتطور معين فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لا تكرار محاول سابقة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم تحاولوا أن تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وتحذروا من الجدال مع المعاونين وحاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم لا تأجلوا ولا تماطلوا عمل حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من ساعات المساء فهنا القمر بصير مقابلك تماما فبينصب اهتمامكم حاول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوكم ما ترتجلوا كلامكم أو توجهوا ملاحظات لأن خصمكم بالفترة هاي بكون قوي وما بيرحم ابتحمل هاي الأيام ارتباط مهم فلازم تحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج العذراء ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ عنكم لا ماليا ولا عاطفيا بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاول أنك تصحح الأخطاء أما من ساعات المساء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم وحاضروا من تعب صحي أو جسدي بيمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب بتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن أنك تشعر ببعض التوتر برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة أهمش أنك ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية لا تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة وحاول أنك تراعي وضعك الصحي أما من ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة بتتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لإلتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة وبتعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران بتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما في ساعات المساء بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنه ممكن أنها تثير اضطرابك أو امتعاضك فلا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك برج القوس تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات اللي مائلها داعي وحاول أنك تمتعنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بتهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أما في ساعات المساء بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا إسماء صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهمش أنك تتحرك بفعالية كبيرة وتحاول أنك تكون نشيط وتقوم باتصالات واسعة ممكن هاي الاتصالات تسفر عن اتفاق ومصالحة برج الجديد تقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما من ساعة المساء بتعيد تنظيم ميزانيتكم أهمش أنك ما تغامر بأموالك تعتبر هاي فترة حذرة مهليا ومعنويا فلا تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدى وطيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر في الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما في ساعات المساء بتستعيد ونشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها ممكن تبدأ مشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق اليوم رح تسمع خبر سار برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما في ساعات المساء فهديروا بالكم لأنكم رح تدخلوا فترة غير مريحة لأن الخمر رح يصير في بيت متاعبكم بتلزمكم هاي الفترة لانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحظ حاذروا الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة وبرضو دير بالك بالفترة هاي ممكن تخيب أمالك بشخص معين أو بوعد معين أو تتأخر أعمالك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر